أصبحت فقرة سبتة وجماهير النادي الأهل وجماهير القرى المصرية بتتبعها بالشكل خاص لأن احنا دايما بننفرد سواء بخطابات رسمية أو بالمعلومة أو بتفاصيل معينة عند النهاردة 3 موضوعات أو 3 عنوين سريعة في ترند الترند أول حاجة وهيليها علاقة بما حدث في تدريب اليوم داخل النادي الأهل أولاً يحسب دايماً للنادي الأهل وقطاع قرى القدم في النادي الأهل لما بيكون فيه خطأ أو فيه مشكلة بيتم الإعلان عنها ولو فيه عقوبة بيتم الإعلان عنها لأن في النهاية أنت بترسي مبدأ وبتوقع عقوبات تبقى لللوايح والأمور كلها واضحة ما عندناش أي حاجة ممكن نخفيها لكن المهم في التوقيت ده احنا بنتكلم عن أي خطأ أو أي مشكلة ممكن تحصل في التدريب وده بيحصل في كل دول العالم تقفل الصفحة وتفكر في اللي جاي وما تديش فرصة لأي خطأ أو أي مشكلة أو أي قرار أنت خدت عشان تزبط الأداء داخل الفريق ويكون فيه ضبط للروح داخل الفريق الفترة الجاية ويستغلها البعض لإصارة البلبلة مشكلة حصلت في غرفة الملابس جهاز الفني خد قراره تبقى للليحة اللاعب محمود عبد المنعم قهربة النهاردة التزم بهذا القرار وأبدأ اعتذاره سواء للكابتن سيرد الحافيز مدير الكرة للكابتن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وفي حضور الكابتن وليد سليمان كابتن فريق النادي الأهلي فبالتالي الأمر خاص وداخلي داخل غرفة خلاء الملابس قط اللبس فيها تصرف محكم من قبل الإدارة في الفترة الحالية وإلا ما كنتش أعتقل انقرار في توقيت زي ده لأن انت في النهاية ما عندكش حاجة تخبيها انت واضح وصريح مع كل الناس وفي النهاية بتزبط الأداء بالنسبة لغرفة الملابس في الفترة الجاية لأن انت عندك معترك مهم سواء الدوري أو إفريقيا لكن رسالة الجمهوري الأهلي على السوشيال ميديا في اللحظة دي ما ترميش ودنك أو تدي فرصة لحد بيكتب بوست أن يعمل إصارة وبلبلة في التوقيت ده خاصة لما بيكون الأمر متعلق بلاعب انت بتعول عليه بشكل قوي في الفترة الجاية اللعاب عارف خطأه واعتذر والموضوع انتهى وبتحصل كتير في سواء في كل الملاب أو حتى في كل الأندية لأن دايما اللعابة سواء في غرفة الملابس في الملعب التدريب بيبقى دايما فيه اتصالات وفيه يعني ود أو حتى ممكن يكون فيه عتاب أو أو ده بيحصل في كل دول العالم فالموضوع مش عايزين ندخمه مش عايزين نتقبره لكن يحسب وقتا هنا لإدارة الأهلي أو تحديدا لقطاع الكرة والكابتن سيد أن انت عندك ليحة وعندك قرار بتطبقه واللعب يلتزم وبيبدي اعتذاره عما حدث منه ده شيء مهم جدا كان لازم أبدأ فيه فيه الترند واللائقة فيه فقر الترند الترند والتصرف بشكل عام تصرف غير لائق وفي النهاية موقع الرسمي وتم نشر الخبر وإعلام كل المتابعين بهذا الأمر بالنسبة للمرحلة الجاية نقفل الموضوع ونركز في اللي جاي لأننا عارف فيه ناس كثير جدا بتحاول تصطاد الأخطاء ومش عايزين نعمل خطأ ونوجهه الحملة في إطار انت ممكن وانت بتكتب الخبر أو المعلومة عايز توجهه في حملة انت عايز الهدف منها إيه جمهور الأهلي وقع كويس جدا للمرحلة الجاية وهيقفل على الفريق وهيكون فيه دعم بالنسبة للمرحلة اللي جاية طيب العنوان الثاني أو الموضوع الثاني